التاريخ الجزء الثاني للصف الثامن هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الدرس الثاني المظاهر الفكرية والحضارية في الدولة العباسية ازدهرت الحياة الفكرية في الدولة العباسية بسبب ظهور عدد كبير من العلماء والمفكرين وبسبب ازدهار حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فساعد ذلك على نشأة وتطور العلوم وتتمثل الحياة الفكرية في الدولة العباسية في نواحي هي أولاً المدارس اهتم الخلفاء العباسيون بالعلم وبناء المدارس التي هي من أهم المنجزات العلمية في العصر العباسي فقد أنشأت هذه المدارس في المشرق وبلاد الشام والعراق ومصر وخصصت الأوقاف للإنفاق عليها ولمعرفة المزيد من أهم المدارس التي ظهرت في العصر العباسي نتأمل الشكل الآتي أهم المدارس في العصر العباسي المدرسة النظامية في بغداد وقد أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك وكانت تؤمن المسكنة والمأكل للطلبة واهتمت بتدريس القرآن والحديث إلى جانب اللغة العربية والفقه والأدب والشعر والعلوم والرياضة المدرسة الثانية هي المدرسة المستنصرية مدرسة أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله في بغداد وكان يدرس فيها علوم القرآن والفقه والرياضيات والصيدلة والطب سؤال لماذا سميت المدرسة النظامية بهذا الاسم؟ ثانيا المكتبات تطورت المكتبات في العصر العباسي نتيجة انتشار العلم والمعرفة في العالم الإسلامي وازدهرت النهضة العلمية في هذا العصر فانتشرت المكتبات وأصبحت ظاهرة مألوفة في كل طبقات المجتمع العباسي وأولى الخلفاء العباسيون العناية بها ويمكن تصنف المكتبات في العصر العباسي إلى نوعينهما واحد المكتبات الخاصة كمكتبات الخلفاء العباسيين والوزراء والأمراء والقادة والعلماء والأدباء ومكتبة الخليفة الناصر لدين الله ومكتبة الوزير الفتح بن خاقان ويحيى البرمكي هي من أشهر المكتبات الخاصة في هذا العصر المكتبات العامة وهذه المكتبات أنشئت لعامة الناس لتسهيل سبول المطالعة لهم وساعد على ظهور ارتفاع أسعار الكتب المخطوطة وصعوبة نسخها وساعد على ظهورها ارتفاع أسعار الكتب المخطوطة وصعوبة نسخها وغالبا ما تكون هذه المكتبات في المساجد أو المدارس أو ربما تكون في أبنية منفصلة ومن أشهرها مكتبة بيت الحكمة في بغداد التي أنشئت في عصر الرشيد وازدهرت في عصر المأمون وهي من أعظم المكتبات الإسلامية وقد حرص الخلفاء العباسيون على جمع الكتب النفيسة النادرة من المؤلفات العربية والمترجمة عن اللغات المختلفة وإدخالها إليها وقد دمرها الغزو المغولي أثناء احتلالهم بغداد عام 658 هجرية 1258 ميلادية ثالثا أنواع العلوم في الدولة العباسية حرص الخلفاء العباسيون على نقل العلوم من الحضارات الأخرى كالفارسية والهندية واليونانية واهتموا بدراسة هذه الآثار وتحليلها والإضافة عليها وشجعوا حركة الترجمة فلم يكن العرب مجرد ناقلين وكانت الحياة العلمية زاخرة على الرغم من الضعف السياسي في العصر العباسي الثاني ومن أشهر العلوم التي ازدهرت في هذا العصر واحد العلوم الدينية وتشمل علوما كثيرة منها علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه اثنان العلوم الأدبية ألف علم الكلام وهو علم إسلامي يهدف إلى إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها وتولي الدفاع عنها بحماس وإخلاص وأول من وضع أسس أسس هذا العلم المعتزلة ورئيسهم واصل بن عطاء باء علم النحو تطور علم اللغة في العصر العباسي تطورا ملحوظا بعد ظهور النحو وتنظيم المعاجم وأبو الأسود الدؤلي هو مؤسس علم النحو في البصرة وهو الذي وضع النقاط على الحروف جيم تطور تأليف المعاجم العربية فألف الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين وهو أول معجم لغوي في العصر العباسي على الهامش معلومات المعتزلة هم جماعة اهتمت بعلم الكلام ظهرت في أواخي العصر الأموي في مدينة البصرة وقد ازدهرت في العصر العباسي علم النحو وهو العلم الذي يبحث في قواعد الإعراب نكمل العلوم الأدبية دال الشعر أكثر الشعراء في العصر العباسي أكثر الشعراء في العصر العباسي من شعرهم بتشجيع من الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة واعتمد الشعراء على الشعر في كسب عيشهم من خلال التقرب من الخلفاء والوزراء ولهذا كان المتح من أهم مميزات الشعر في ذلك العصر ومن أشهر شعرائهم البحتري وابن الرومي وأبو الطيب المتنبي وأبو العلاء المعري ها النثر تنوعت الكتابة النثرية في العصر العباسي لكثرة العلوم والفنون التي ظهرت في هذه الفترة وكان الجاحظ من أشهر الأدباء وكتاب النثر وبرع بديع الزمان الهمذاني في فن المقامات واو الترجمة تعني نقل الكلام بمعناه من لغة إلى لغة أخرى وقد ازدهرت حركة الترجمة في العصر العباسي ولمعرفة المزيد اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه شجع الخلفاء العباسيون وفي مقدمتهم الخليفة أبو جعفر المنصور والخليفة هارون الرشيد على الترجمة وبلغت ذروتها في خلافة المأمون الذي أبدى اهتماما خاصا بها فاهتم ببيت الحكمة وزودها بالمترجمين والنساخ وأغدق عليهم الأموال وشملت ما ترجمه العرب من كتب الطب والأدوية والنبات وكتب الرياضيات والفلك والتنجيم والجغرافيا والفلسفة والفلسفة اليونانية وغيرها من العلوم عمر فروخ تاريخ العلوم عند العرب نشاط أرجع إلى معلم اللغة العربية وأعرف منه تعريف المقامات ثم أخبر زملائك به فسر اهتمام الخلفاء العباسيين بالترجمة أشهر المرترجمين في العصر العباسي ثابت من قرة الحراني عاش من سنة 220 إلى سنة 280 هجرية عاش في حران الواقعة في سوريا وأتقل اللغات السوريانية والفارسية والعربية ترجم عدة كتب في مجال الرياضيات والفلك والجغرافيا والتنجيم المترجم الثاني حنين بن إسحاق عاش من سنة 194 إلى سنة 260 هجر مترجم مسيحي من أهل الحيرة وأول من أشرف على بيت الحكمة في زمن المأمون هل تؤيد نقل العلوم من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية؟ ولماذا؟ فسر كان أغلب المرترجمين في الدولة العباسية من غير العرب ثلاثة العلوم التطبيقية ألف الطب تطور الطب في العصر العباسي بشكل ملحوظ ومن أشهر أطباء هذا العصر الرازي والزهراوي وابن النفيس وابن سينة ومن أشهر أطباء الخلفاء المسيحيين بخت يشوع بن جورجس طبيب الخليفة هارون الرشيد وبخت يشوع بن جبرائيل طبيب الخليفة المتوكل وكان لهؤلاء الأطباء دور في الحضارة الإنسانية تمثلوا في مؤلفاتهم القيمة التي نهلت منها أوروبا في القرون الوسطى وظل معظمها يدرس في الجامعات الأوروبية حتى عهد قريب ككتاب القانون لابن سينة سينة والحاوي للرازي ويرجع الفضل إلى الأطباء العرب في العديد من الإنجازات الطبية مثل ابن النفيس الذي اكتشفت دورة الدموية الصغرى على ما يدل تدريس كتب الطب العربية القديمة في الجامعات الأوروبية في العصر الحديث باء علم الفلك أصبح علم الفلك في العصر العباسي علما استقرائيا عمليا يعتمد على الملاحظة الحسية والمقاييس العلمية وهو مبني على الأرصاد والحسابات الفلكية المستندة إلى الرياضيات البحثة والتطبيقية فمن هذا المنطلق استطاع علماء المسلمين أن يعطوا تعليلا علميا لحركة الكواكب والأجرام السماوية نرى في الشكل استرلاب وهو من مخترع عربي في علم الفلك وقد بدأ إنشاء المراصد سنة 215 هجرية تقريبا عندما أمر الخليفة المأمون العباسي بإنشاء عدد من المراصد في بغداد ودمشق لرصد حركة الكواكب والنجوم استنتج مفهوم علم الفلك فكر ما الاسم الآخر الذي كان يطلق على علم الفلك رابعا العمارة في الدولة العباسية تطورت العمارة في الدولة العباسية تطورا ملحوظا وتأثرت بالفن الفارسي وذلك لاهتمام الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة بميناء المدن والمساجد والقصور الفخمة المزينة بالرسوم والزخارف من الداخل والخارج نرى في الشكل جامع ابن طولون وهو قريب من شكل الجوامع الحالية قبة ومأذنة وأبواب ذات أقواس نرى في الشكل الآخر مسجد الملوية في سام الراء ونراه كأنه بنيان ملفوف أدراج ملفوفة حول بعضها عريضة حتى تضيق إلى فوق أسئلة الدرس عرف ما يأتي علم النحو المعتزلة جامعة ابن طولون المدرسة النظامية المدرسة المستنصرية اثنان اذكر أهم المدارس التي ظهرت في العصر العباسي ثلاثة بين سبب اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلم وإنشاء المدارس أربعة أذكر سببا ساعد على تطور العمارة في العصر العباسي عما كانت عليها في العصر الأموي تم أيضاً شكرا